اشتركوا في القناة 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 بيوم واحد اشتركوا في القناة 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 يعني ما هم الناس العرات بالخيم بالحرب وبالصيف وبالشتاء وبالبرد ما همهم وذول النواب ما شاء الله كل واحد يحلم كان يلبس قراط يحلم 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 كان يشتري تايرما السيارة هل سجقسارات وحماية وخدم وحشم وما يسوي لعزيمة تعيش قرية كاملة فذولا ما يحثوا بالعراق يا شعب العراق اصحوا اصحوا ترى النهاية والله رح ينقم على بكرة بيكم السلطانات هاي الغاز الغاز هاي ببعث بالبصرة مو سلطانات سلطانات هاي الضربات بالبوصل كل هاي الضربات أسلحة محرمة زين الحويجة غيرها هذولا مو عراقيين وعمرهم يكونوا عراقيين ولا يتمون العراق ولا للإسلام الصلة شو ما يكون بالعراق شو ما يكون فساد نعم إذا ناس واحدهم ما يمثلوا السياسة شنو البطاقة التموينية ما يعرفة شنو نعم بس هبشي عمي بتجيوبه وتزلو خارج نعم نعم شكرا شكرا لك أبو حسن ذياب من الموصل حياة كلا يا ذياب السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام والله ساعة خير طرح هذا الأجساب يدعون والله ساعة خير إنه ساعة خير البرحة هذا العامري البرحة هذا العامري يهدمني أنا على المحافظ على دجمة جبوري يقول له والله ده ما تحول الميزانية تحول الفلوس ماله للمقاولات مع المستشراعات باورتها القهوات هناك وكياه وبغداد أطرقه هنا ثلاثين مليار وحولها على تركيا حولها من هنا على تركيا مع المستشراعات حتى المقاولات هذا العامري ونور المالكي بس عندك أسع بس الصوت مالي هنا عبارة العشرين هلب الله عبارة العشرين هلب هو والكندي والحلبوشي نحن في شروحانه أي شبعاني شالف ما نشلب لها بسمة كهرباء ولا بالمقاولات نحن نريدها حتي هذا من شبعينا نشالكوا ايه كلها فارت بفلوس كل من ينقص بسمي والله ما قلت أطرب عليه خمسة مليارات جابهم محكمة شاب حلب خلما تسمعوني جون المقاديا جون المقاديا جون المقاديا جوي قدون مع الأمريكا الحزر المنصار الشغل التأمريكات تضغط عليهم تضغط عليهم تضغط عليهم الأمريكا الحزرين في طرح التحالف جون المقاديا حتى تضغط عليهم تضغط عليهم تضغط عليهم وعلى عام وعلى عام قبلها وقبلها وحل فشي ما يقول لنفسه عنده عشرين مكتب ونوذي المالكي عنده عشرين مكتب تبني شيء الحزب بس ما ظلت لهم أمان تلقى صبروا لهم شهر شهرين باتل على تلك الشول أنا ادمر ادمر شيء صير يلقوا حونها برأس الدواعش هم دواعش هو من جاب الدواعش علينا بكلكم تنزلون الله تعالى هم ابنونه شكرا 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 إليك أخ ذياب نرجع إلى نفس سؤالنا ريد جوابه علي اللي هو محاربة الفساد بالعراق حقيقة لو خيال حسين من البصرة حياك الله تبني تجاوبني حياك الله أستاذة حياك الله يا أخوي شكرا إليك حياك أنا صرافة ديال حياك والله والله أستاذة أزاد ما عشت لك على الفساد البساد بعد أوصل للهرام ما عشت له يعني دونه ناس مين سحون هم صراف حراميين يعني يعني هم حرامية ما عجم غيرنا ولا عجم غرغر على الشعب هات ولا هم ضيول هم ضيول ليران يعني هم ضيول ليران ما يستعون لا يكشون عن الفسادهم والله وكيلك هم مهروش وطاع بكروش يعني هم كانوا بيعون سباح وإبعون شعر وعطي كراسب الملاهي ويقولوا فشة ووزة بأمريكا يعني زبائن هم الولاي لا يستعون وقضوا هذا الأفهم بحاجة شباحهم ذول جاي شوفون كنس يدامهم كنس يدامهم جايبون بي وشعب أصلا الشعب كله والله العظيم هم لا ترزع عليه أستاذ أساد يعني الشعب كله والله العظيم هم ساكت يعني يعني حرامات ساكت الشعب عليهم والله هذولا ذيول والديذيول شو سوينهم يعني غير ماعدهم رمير ماعدهم حيا ما يستحون لاعزهم خجل لاعزهم يعني شو سوينهم مما جاوبهم أمريكا شاركتين عليهم شرط هم ويران قالهم عم يسبوقون وتطن العراق اطرعون الصدر لا كهرباء لا مال لا مجاري لا لا تفانية لا خدمات يعني الآن لا يستحون على مكثوين مكثوين لا 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 ما إستحون لا 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 والسلام عليكم السيدة شكرا شكرا لك أخ حسين المشكلة يعني اليوم من يطلعون السياسيين ويحشون ويقولون اكو اعترافات صارت على الملأ من ضمنها مثلا مش عان الجبوري اللي اعترف انه هو اخذ رشوة وما توقع اكو واحد ما سمعها اكو اعترافات بصفقات كثيرة اللي كشفتها النزاهة اللي كشفوها السياسيين اللي كشفوها وزراء مستقلين وغير مستقلين زين ذني الاعترافات اذا نجي على القانون وريد انطبق القانون بحدافرة ظل يطبون السجن لكن المشكلة يعني يطلع السياسي اليوم ويقول انا بوقت ويقول انا اخذت رشوة ويظل بمكانه يحكم وبمنصبة والى الحمايات والى راتبة العالية جدا ومرتاح والناس ما لا علاقة بيها ابدا شخص ثاني يدخل على قائمة العقوبات الامريكية ويمنع من دخول العملية السياسية ويمنع من الترشيح الى الانتخابات فجأة نشوف القضاء العراقي برأة ويرجع يطب للانتخابات غيره شي عادل عبد المهدي منطلع قاله هو تنفيذا لمطالب ثوار تشرين ومصطفى الكاظمي لما اجي قال انا ابن الثورة واني جاي حتى انفذ مطالب ثورة تشرين اول شرط الى ثورة تشرين او اول مطلب من مطالب ثوار تشرين هو لا للمحاصصة لا للطائفية لا للعملية السياسية اسقاط هاي العملية السياسية برمتها واني تكون هناك انتخابات نزيهة على شرط من يرشح لهاي الانتخابات مرشح في يوم من الايام الى اي دورة انتخابية سابقة وما لا علاقة بالاحزاب وما لا علاقة بالتكتلات الخارجية فجأة نكتشف انه ترشيحات انتخابية هي عليهم هما نفسهم شون صدروا قانون جديد وبرمجوا لهم محد يعرف بس مثل ما برمجوا قضية الكتلة الاكبر وسحبوا رئاس الوزراء من الفائز الاكبر بتيش الفترة اللي هو تحالف اياد علاوي ونطوها الى التحالف الثاني الاكبر اللي هو انجمع وراء نتائج الانتخابات وجمع عدد مقاعد اكثر من اياد علاوي وصار بدل ما كتلة تفوز بمقعد اصبحت مجموعة تكتلات تفوز بمقعد ورجع لنا نور المالكي ومشي الحبل عالجرار البوق والسلب والنهب هس السؤال نفس يعني اليوم الكهرباء اذا ريد نطلع بالارقامش قد نصرف مبالغ شبيرة يعني المعلن انه اكثر من 60 مليار دولار المعلن 85 تريليون دينار عراقي تقريبا 60 او اكثر من 60 مليار دولار بس على قطاع الطاقة الكهربائية 60 مليار دولار اذا نجيب دول الوطن العربي كلها ونحسب اسعار طاقات اسعار محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوطن العربي كلها 60 مليار زود زين ليش العراق لليوم ما بيكهرباء ابو ياسين من ديالة حياك الله يا ابو ياسين حياك الله الغالب وحياك الله المحترمين هذا بيك اخويا اذا اتحدث عن الفساد هو كل من يقول اتوا تحت فوق الدباوتة مش فواهم اجل لكم الله اتركوا تحت بصار ابرايمار اول ما تفاضي بي ابرايمار اول ما جوي يسروني عن رواسفه مانتوقين هاي دولهم 18 سنة دكتور براسف من ايام الجمعية اللاوطنية مفاسدين سلمة جافة جاجعنا في صعفية وقتل الزمع في ماضي عن المالكي واللي اللي خزينة 1120 مليار مدوى ضيحها مدوى مدوى ام احمد حضر الجراب احده ميشة للبهب ومدد قد رفيد واحمد ميشة في الدرام كذلك واستلمتها للعبادة عليه فساد 5 مليون 5 مليون دولار مال للإتصالات وما فيهم واحد وهذا الشعظم هو اللي هو مدور مدور شهادة كيف رجع منهم هذا لهم ملتيازي وما فيهم هذا لهم لا تطرق حرامية كانوا يتمنون هذا المالك لا يتمنس المدير التربية بطوري لكن ما يتحسلموا الباب الأمريكية وشوفوا مع الأسف أقوى مناطق من الشعب يتحسلموا الأمريكان أبواب المطارق والبلوغ وبطرقوها ما شايف واحد يسرق نفسه فتوقعوا الأمريكان من هذا الشعب مع الأسف سموا ونوهم حالي باب هذا مع الأسف قال ما تعدد عن عراقين الشرفاء فأقل هذا الفساد ما تستمر إذا موه عملية تستطيع كاملها برمتها تسقط هذه العملية يبقى الفساد والإصلاحات العباطين رب النية حديدة وماكو كارتونية وإذا كان كاظمنا فساد تفعل حتى تستمر هو من يجل هذه العملية مو المنشيات الخزعة لكل نوع بتصريحه براهي والحامل لكل نوع بتصريحه براهي وهذا الفسح وليل عن يوم بتصريح ويختلف بالتجاه لأمريكان مادة تسلالة مقتد الفسحول هو والخطة الهجي الإسراعي عمد يرفع شعبكم عمد يدلطوا ناس لشعبكم خبر تنطوهم في أحرفها تنطوهم مهر والله العظيم يا عزيز يا فنحنا جاءنا محافظة إيرانية هم بتمنى هم بتمنى تشوفون جاءتك والله قل من نسبة لما يمالها وتطلع الناس اللي ذيون ذيون إيران الصديقة والحديبة والدولة لا إسلامية هي تطلع يمك السارة والتعذية النافضة من الماء مقتل قتل عينك عينك ما تقول أنت هل يقول من الفيضاء تربون على العراق في ذول الأملح فيها نبوها حج جنوب وما قال لهم الدول الأرض الزراعية ما جنوب كلها وإسراء يصبحون إيران خدمتها عم إيران جارت لك كل الورطة كل قتل جارت لنا إيران هذا الإجراء جارت لنا إيران بس بكلنا نخسر الله من إيران حتى نشوف ولو هم لقلباتهم إيراني من قليل الشريف وإنهم معلموا ذول أراني بالسنة ذول خرج أمطار وخص من عدهم السنة سنة وبس يبقون أنت هم شاعثين وياهم السياسين سنة تبقون بس بالبساط تبقون بس بالبوب ستحصل وطاريخ سرى ما ينحم كم والناس والجمهور هاي الناس المهجرة الناس المغيبة الناس ووحدنا وقترا في الكال المقال ما حدنا مغيبي يعني ما حدنا مذفوحة ما تشلو ما تشلو سنة ما تفهم لنا ما تشلو هاي من أمطاط المجد نوم مواضة الجديدة الأغلبية والماغلبية عمي كل الماغلبية أنا ما تحدث عن شيئا لماذا وقت سنت أغلبية غني بتهم لماذا ما تشلو تحداث تسكاني واضحة الناس بتهم مجد تدخلوا إيرانيين تدخلوا أراهين إيرانيين بس بس بجال أكثر مثل الترافية مزورة لماذا هم ملغوا الشهار السلسية حتى يطبحوا هاي من الموحدة عجل تدخلوا وإيرانيين وتدخلوا مهتم مصرية الموحدة هو أنا ما يجل الأمر ما طلب في إيران مضار هذا الفلسطرون حجل الثاني هذا ما يصدل وين ناسك ما عندك قصر وين تمورك وينه انت شو التفاير ذي الماليات تفضل يجل شو يجل وينجل خبز يجل مصطح وينجل هاي المأسل المأسل الأخر الاندعاة الانتخابية أي الثباثات والذجاجات والفلسطانيات والصوات ما تنسيهي أخي هفتق بالله العظيم المقاعد والملاقص وينها بقدمها فسأنا أتمنى أتمنى من الله يتقاتل في بينهم وأنا متأكد هذا المقتد رح يتقلها سبيرة رح يشير يشير مهاجم فإن شاء الله سنجيم على رسالهم هم وفسادهم أنا من أتحدث رسال الجمهور أنتو شنو من البشر عم مفوق بشكلهم بالعراق هالناس تشتغياتهم أنتو مزيد بره السنة ما شاء الله بالخليل وذولة في إيران وبأمريكا وهذه في العراق في الليبت هاي هاي أتحدث من الزراحيات قبل نتحدث 1200 يال هستغفر من 1500 مليار تولار راح ما باقي مدارة بينية مدارة ساف زاعدة بيقع بدون رحلات تحرف صحة تبع على راسك يعني شنو من الشعب مش متضرين يعني متضرين الإعمامة تقدثكم الإعمامة تحرككم ما هو فساد العراق للعمامة نعم شكرا 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 لك أبو ياسين طبعا ما يضبح بس شغلة واحدة بالعراق هي تبريرات الأحزاب السياسية فيما يخص الفساد أو الكهرباء أو الزراق أي شيء أي شيء هم المواطن تطلع الأحزاب تبرر تذبح التبريرات الأحزاب أو الكتل السياسية التي تقدم هنالناس وما يقتل إلا لما يطلع واحد يصدق بيهم محمد من كربلا حياك الله محمد محمد تسمعني محمد من كربلا تسمعني يبدو أن يتصاد إلى الأخ محمد غير مؤمن أو ما يسمعني أتمنى يرجع لنا صباح من بغداد حياك الله أخويا صباح السلام عليكم أستاذ أثر عليك السلام ورحمة 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 الكريمة طبعا من 2003 ولحد الآن يعني ما أنجزت أي إنجاز لكل الرئاساء الوزراء والرئيس الجمهورية الرئاسات الثلاثة والبرلمان يعني ما عندهم أي إنجاز حقيقي واحد يذكر في سبيل دافع عنهم لأن هم كلهم تابعين إلى أحزاب وهذه الأحزاب نحن نعرف بها رئيس كتلة ورئيس الكتلة هو اللي قرر القرار الأول والأخير فلا البرلماني هو مستقل ولا الوزير اللي رحيجي هو مستقل ولا الوكيل الوزير والمدراء العامين هم مستقلين بعد 2003 صارت حكومة محاصصة هاي المحاصصة هم كلهم تابعين إلى جهة جهات شياسية وأحزاب إسلامية يعني ماكو واحد عدهم مستقل في سبيل يشتغل بصورة صحيحة كل الوزراء اللي يجمي فاتدين وملفات الفساد أعلمون روسهم بالوزارات لكن منو يحاسبهم لاكو رقابة مالية حاسبهم وتقولهم هاي الأموال اللي صرفت لكم موازناتها من 2004 تقريبا ولحد الآن مليارات الدولارات صرفت للوزارات شنو ناتج مالكم وزارة الزراعة إذا تسأل بيه هسا احنا عدنا يعني التصحر وهي الأتربة والارتفاع درجات الحرارة يعني احنا كعراقيين ما نعرف ان هذا السبب رئيسي في هذا الحر الموجود بالعراق ليش؟ لأن التربة أصبح درجات حرارتها عالية هو كله بسبب الفاسدين هاي الأشجار والبساتين اللي تم تجريفها وتقسيمها وتوزعوها بكيفهم هم البياناتهم السياسيين حزام بغداد حزام بغداد وحزام الأخضار والبحيرات اللي يهملوها والسدود اللي يهملوها وما بينولهم سد يعني المفروض هاي المياه اللي تجي من نهر دجلة والفراد يستفادون منها الآخر نقطة هي شط العرب المفروض يستفادون منها الحكومة في خزن هذه المياه والاستفادة منها أولا للزراعة تروة سمكية كل شي تفيدنا هاي المياه والبساتين والزراعة ازرع ولا تقطع هم بالعكس يقطعون ولا يزرعون في سبيل هاي درجات الحرارة خل تعرف الناس هم أسبابها هم هاي الوزراء وزير الزراعة وغيرها ووزير التخطيط لانما يجعي يخططونه بصورة صحيحة وزارة الصحة اللي هي تابعة من صارت لحد الآن الى مقتدى الصدر وعندها عدة وزارات خدمية شلو اللي قدمتها يا مقتدى الصدر قبل الانتخابات يطلع يقول راح أتشهد ولازم محاسبة الفاسدين ما تحاسب انت ما تطلع بالاسم وتحاسبهم كل ذول الفاسدين اللي عنده المحافظين والوزراء وكلاء الوزراء وهم هو المتنفذ على وزارة الكهرباء اللي يعانون هس العراقيين من انقطاع الكهرباء في العراق هو سبب مقتدى الصدر أولا لأنه هو حامد لكل المفاسدين هاي العمام هم مخاتل جواهل وزير الفاسد والوكيل الفاسد والمدير العام وكل المشاريع كلها كذب بكذب ونعرف صرفهم إلى وزارة الكهرباء 81 مليار دولار يعني يعني ثلث المبلغ يبنون أربع محطات يعني كبرى في العراق بكل مناطق العراق في سبيل يغطون العراق ويصدرون للدول الجوار لكن هم ما يبنون ليش حتى في سبيل نستورد احنا من جارة السوق الكهرباء ونستورد المواد الازراعية ونستورد المواد الطناعية وأصبح العراق يعني يعني التدمير شامل للبنية تحدي على عيد المالكي وأعوان المالكي احنا نعرف اللي سرقنا هو حزب الدعوة حزب الدعوة العميل هو سرق كل الميزانيات وساعد ايران بأزمتها الاقتصادية والحصار الموجود عليها كل في سبيل سبيل يعني دمر الاقتصاد العراقي ودمر المجتمع العراقي وبالفعل عايشين على دماء الآخرين هم دول الأحزاب هاي ميليشيات هم هسة جناح الميليشياء والعسكري لكل الأحزاب الموجودة أي برلمان يتحاجي هو مدعوم من الحصائف مدعوم من سراء السلام مدعوم من نجباء من حزب الله كل البرلمين ذو لعصابة لا البرلمان قبة البرلمان ولا البيهة سواء سنة وشيعة واكرات كلهم ناس أصابات المجتمع العراقي في جنوب العراق ووسط العراق هو الوحيد اللي جاي يعان يعني احنا من ندقلون على مناطق السنة ارهاب وداعش وما نقدر تبنون يعني انتهي البصرة ام الخيرات اهل النفط ناس هجا يعانون ليش ما بنيتوا بيها وشانت مستقرة الكربلة نجف باب الديوانية سماوة غيرها هاي المناطق الجنوبية ليش ما عمرتوا بيها مدينة الصدر اللي هي الثورة ليش ما بنيتوا بيها وعمرتوا بيها مشاريع حقيقية ليش ما رئيس الجمهورية والرئاسات الثلاث ما فيتحت لكم جسر جديد ولا فيتحت لكم مستشفى جديدة ولا فيتحت لكم مصنع ولا شغلتوا احد ما عدكم اي انجاز ولا سويتوا عفو عم وفرحتوا العراقيين ولا اي شي عدكم انجازات اذا انتوا شنو ناس بس ان المشكلة احنا كعراقيين نعرفهم سراق وقتل وساكتين يعني شون يصير هيت نعم فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل السياسين السنة والشيعة شكرا شكرا لك اخ صباح محمد من كربلة رجع لنا مرة ثانية حياك الله يا محمد محمد انقطع اتصال محمد مرة ثانية ابو علي من المدائن حياك الله يا ابو علي يلا حيك السلام عليكم تحيا والدوم وعليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل اخوي الله يخلي تحييك وحيا هاي لذاع المجاهدة الكريمة البطلة الذي صوت صوت الشعب لا شكر لا شكر على واجب اخوي تفضل اغاتي الله يسلمك سلام خاص من أهالي المدائن لحضرتك الكريمة الله يسلمك ويطول بعمرك يا رب وخلي الأهل المدائن واحد واحد الله يسلمك والله يا أستاذ رفل الهداء مردك الهداء مردك يلا بدأ يشوي هاي الحكومة مت كبير هنزغيها ما شكور يا غالد اخذان عملاء دولة دولة أخوش يقول لهم حرام يقول لهم فاسد يقول لهم قتله يعني فليلة بحقهم تمروا الشعب الشعب بالباع الشعب تمروا الشعب جزه يا أخي لا ترجى خير من عندهم دولة بالقرآن دولة ولهم يؤذي لأيران وإلى غير دول المجاورة اللي خارج العرب دولة دولة منهم كهرفات دولة تعيين دولة خدمات كلينا عن تعملهم هم قتله يعني هم جايين الله صلى الله ومعلمه نعم دولة ما يفديهم دولة إذا مستوى عليهم ثورة من الشمال إلى الجنوب ونحضرهم بليلة ضرمة نحضرهم بلخضرها همهم الخضاوي اللي بيها اجتوان المرض العزة اللي يصير بالشجرة وتعالجها دولة لا عزة يعني الله يجبونه مقروض يعني قليلة بحقهم بلقران لا لا الله ينتقم منهم وسحب السودة اللي الله جاءهم علينا الله ينتقم منهم وأنا أشكرك وأشكر الرزاع الكريم المجاهد البطلة حياك الله حياك الله شكرا شكرا إليك أبو علي حياك الله وحيا الله أهل المداء وياك يعني تردون نضحك خلن نرجع تسأسني لي ورا يعني نرجع 3285 يوم حسي أن الشهر الثاني من كان المسؤول على ملف الطاقة الكهربائية أو ملف الطاقة بشكل عام بالعراق من كان مستشار الرئيس الوزراء طلع بالتلفزيون وقال العراق خلال سنة راح يكتفي ذاتيا من الكهرباء يعني اللي قاله قبل تسأ سنين إنه بالألفين وطلع عراق العراق ما يحتاج لثورة طاقة كهربائية من أحد العراق بعد ما بينقطاع لتار الكهربائي العراق راح تكون بيه كهرباء مستقرة والشعب العراقي راح يتمتع بكهرباء 24 على 24 وما يطلع لك وزير يقول لك أنت فاتح سبلت وأنت فاتح قيزر هاي قبله شقيت قبل تسأ سنين قبل تسأ سنين أبشرك استاذ حسين كانت الكهرباء بالعراق أحسن من هسه شاكر من بغداد حياك الله عليكم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والكرام تحية إلى كل كادة القناة الرافدية المحترمة الشريفة المجاهدة البطلة حياك الله أخويا العزيز أستاذ أفل نحن نتكلم عن الفساد أستاذ أفل أحنا شو ترجم من دول دول عصابات يعني ما نترجم العزيز أنا ليس الفساد أستاذ شاكر أنا تحديداً محاربة الفساد بالعراق اللي قاعدين يصدعون روسنا بها الكتل السياسية حقيقة له خيال لا ولا خيال أنا ولا خيال لأنهم فاسدين لأنهم شون يحاربون فساد هم فاسدين يعني من رئيس جمهوري إلى رئيس وزراء إلى رئيس برلمان هم دول الرؤساء الثلاثة هم دول أساس الفتنة ومن بعدهم الأعضاء والوزراء والمدراء والكل بالكل هم دول المعممين اللي مقضلين الدين بالمقتل العرافيين بل بدين الإسلام بدين الإسلام وحكومة الإسلامية وحكومة كذا كذا فاستاذ أفل هم دول لا ترجم من عجوم خير لا ترجم من عجوم لا كهرباء ولا ترجم من عجوم من تجارة ولا ترجم من عجوم أي شيء فاستاذ أفل دولة قال الآخر قبل هذا الآخر للمتصل اختار دولة يراد لهم واحد تنظيف لنظيفهم من شمال بغداد إلى جنوب إلى جنوب العراق فاستاذ أفل دولة ما ترجم من عجوم خير إذا ما تكاثر إحنا الشعب العراقي إحنا درنا بهم وعرفناهم شنو نياتهم وشنو هل يردونه وشنو يطلبونه فاستاذ أفل دولة ولا تصدق وثقب بالله عز وجل اللي خلق سنة وتبسط الأرض ذول أنتم فساد أنتم سرقات أنتم قتل أنتم مولون الدول المتجاوعة إيران ومع إيران والميليشيات اللي تقتل بالشعب وتخطب بالشعب وقتلتهم القربية ومجعت على لسنو قامت تقتل بيهم بحجة المرجعية والمرجعية يا أخي يا مرجعية يا دين يا أخلاق والأخلاق أدين قال هيتي أدين قال بوقوا أدين قال اقتلوا أدين قال حاربوا أدين ما قال هيتي أدين قال أحضل على سياة بلدك أدين قال أفقوا شعبك لا تجوع شعبك أطعم جابك أطعم الفطير أطعم الحسكين عمق المحداد أحضل على سياة بلدك لا تجعل شعبك أنت عمي بوق بوق بس أشبع شعبك أرضي شعبك شعبك الفقراء بشوالع أهل الجنوب الله يكونوا بعونهم عن أهل البصرة عاصمة العراق كل البصرة كبرى كده محافظة لا كهرباء لا مي لا طعام الحر الشديد الله يكونوا بعونكم يا أهل الجنوب الله يكونوا بعونكم يا أهل الجنوب وتحياتي أنا من أهل بخ تحياتي الأخوة يا أهل الجنوب للم رجال نساء شباب أقول لهم يا أخوان يا أهل الجنوب كفاكم نوم كفاكم نوم ترى السياسيين ما تسهلوا عنكم ولا المظاهرات السلمية تخدموا. والله هنا يقتلونكم واحد واحد. ويرجعون يقتلون نحن البغداد واحد بس. لأنهم قاموا يجنسون يجنسون بالإيرانيين حتى بحقات يتنزون بهم الأحزاب الفاسدة. والتحيات إلى الأفض. والمكاد القاتل للعرافة. حياك الله يا أخي العزيز. كيان من عاصمة رشيد بغداد. حياك الله يا كيان. الله يحيي. ويحيي أصلك. سلمك. ويحيي القناة الخاصة الطيبة. تحيي الدون. ويحيي الكادر الطيب. أستاذ أفعل أنت سأل السؤال. نعم. قلت محاربة الفساد حقيقة أم سراب. أم خيال نعم. أم خيال. خلنا جاء. أنا قل لك لا هاي ولا هاي. هواء في شبك. محاربة الفساد. هواء في شبك. نعم. والدليل. والدليل. أنا قل لك الدليل. قل. الجماعة الجابة والكاظمي حارس على بيت مهجوم. يعني تخليص حق. آي وحدة. النقطة الثانية الزارات قاعد يبيعونها علني. علني. يعني كل الكرة الأرضية قاعد يشتوف وتعلم. نعم. حتى لما يعرف اللغة العراقية يدري. 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 وهاي. وخلنا قل لك في الشغلة. هاي هاي حنان الفتلاوي وقومها. كلهم والله العظيم. إن شاء الله يومهم قريب. نتحبهم ومن داناتهم. والله العظيم. نتحبهم ومن داناتهم. كان من يكون وراهم. نتحبهم لذاهم. لين دمروا الشعب. جوعوه. هجروه. نهوه. نهوه الشعب. قتل. آآ. مجاعه. بقر. رجلة والفراث مقبلين على جفاف. نعم. آآ. كهرباء ماكو. آآ. تعليم ماكو. نعم. نعم. الصحة تحت الصفور. مستشفيات وهمية. أستاذ أفل. وين هاي الفائرة مستشفى وهمي؟ مستشفى هو ديكاتر تاوهمي. وزير. وزير يريد يشتغل شغلة. يريد يتويلها مثلا. فمن جزي يتويله. ما يمنعونه. ليش يمنعونه؟ أنا ما تنحسب بزمن هذا الوزير صارت هاي الشغلة. وهذا كلام موثوق من سايق وزير. أنا ما تنحسب بزمن هذا الوزير صارت هاي الشغلة. هذولي أستاذ أفل تقبضات الله. هذولي الله ختم. الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبتهم. انتهوا دولي. هذولي بعد قدامهم. بعد ما يعرفون إلا الجشع والسرقات والطمع والقتل. لين أجيهم تلوثة بدم الأبرياء. بدم الأبرياء. مظاهرات تلمية تطلق عليها رصاب حي. هاي وين سايرل؟ لا سايرل؟ هاي دايرة؟ شون الطاق ضميرة؟ أنتم شون تقابلون عوائلكم؟ منتجون شتك اللي عائلت لك. أنا سوي منجز. حتى عوائلكم ما يستهلونكم. يقول لكم يا با هذا الإعلام كل يفتع عليكم. قدي تذب هذا الإعلام يفتع عليكم. وين منجزاتكم؟ شو ما نشوف؟ لا شارع لا مستشفى لا وزارة. هاي وزارة التخطيط جاي تخطط الخراب ودمار العراق. أنا قل لك جاي تخطط الخراب ودمار العراق وزارة التخطيط. ما شفنا من عتا أي مشروع أي مثلا خطة أي كبه ماكو نهائيا. نهائيا ما شفنا من عتا أي شيء. هاي العالم العالم الله وكيله في العالم ميتة ميتة نام بالحر. كهرباء ماكو الله يقبلها. إحنا يعني موازنات انفجارية 150 مليار دولار و140 مليار دولار و100 مليار دولار. يا أخي موتنا عايشين بثلاث مليار دولار أو خمس مليار دولار. وكان برميل النفط بثمن دولارات. هسا برميل النفط كان مية. وهسا في سبعين وفوق السبعين دولار. ليش يتوين تروح هاي الأموال؟ المنافذ الحدودية وين تروح أموالها؟ وين تروح أموالها؟ مليارات. ما الليارات قاعدة تنسرق أمام الملة. تتحول ما تجيو العراق. تغير مسارها تروح لإيران. تغير مسارها تروح لأمريكا. هاي الأمانة دارة المرور فتاك كارثي 25 طرق وجسور وين الجسور وين الهان وين تروح هاي الأموال هذول نهائيا بعد لا يجون ولا يمشون ولا يطلعون وشك واحد يستقبلهم ذيل حال حالهم مثلهم باطل لا يستقبلهم ذولي ذولي ما حد يريتهم حتى أكبر واحد من العثم ينزل في شارع ومنطقة يزور لأي شيء هذولي وحكمنا الله ونعم الوكيل وانا أشكرك وشكناكك بالنسبة إلى رسالة واتسبة ورسالة وصدتني تقول يا أخي والله العظيم من لينا من العيش في العراق رسالة ثانية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخزي والعار لعداء الشعوب من السياسيين والمجرمين والرفع والشموخ للشعب العراق البطل والموت لمن خانوا البلد وأهدروا خيراته وثرواته ونصر الله قريب بإذنه تعالى ابن الوطن من صلاح الدين سلام عليكم منذ أن ضربت أبراج الكهرباء والحد الآن تتابعون وتعرضون على برنامج صوتكم كل ما يحصل بأمانة مع هذا القطاع المهم لكن هناك ملاحظة جدا قيمة ومتعلقة بمشاكل الكهرباء الوطنية أنا سأختصر الرسالة عن الرسالة جدا طويلة يقول حتى أن تم تزويد المناطق بالكهرباء ويتم إصلاحها لكن هناك مشكلة تبقى مستمرة منذ سنوات يتم استيراد جهاز هو جهاز رفع القدرة الكهربائية ليرفع درجة برودة الهواء بالنسبة إلى الأجهزة المنزلية مثل الكنتوري والسبالت والإير كونديشن يباع هذا الجهاز بسعر ما بين ربع مليون إلى تلاثمائة ألف دينار وأكو بيوتم شغلة اثنين وثلاثة من هذا الجهاز هذا الجهاز لما يتشغل ببيت يستخدم أو يسحب طاقة كهربائية أكثر من الحصة المقررة إليك أو يضعف الحصة اللي لنزم توصل إلى جيرانك فأكو ناس ما عدا كهرباء وأكو ناس عدا كهرباء لكن الطامة الكبرى من يستور الجهاز الرفع القدرة الكهربائية هم سياسيين وهذول السياسيين هم اللي داي بيعوها وهم اللي داي استفادوا من عدها فحتى إذا نطوق حصة ترجع الحكومة العراقية تبوقها من عندك بهاي الطريقة يا أخي هذا حالنا مع حكومة الفساد التي تشجع سرقة كهرباء بهذه الطريقة التجارية الساقطة والمربحة لجيوبهم وتقسم الشعب العراقي إلى متخم ومحروم ليتحمل أبء هذا الفساد رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم ولبرنامج صوتكم شكرا على هذا البرنامج الجميل أخواني المشكلة وما بها أنه الأخ قيام من بغداد يقول يجي واحد يسألهم يقولهم شنو منجزاتكم بالنسبة إلى الشعب العراقي لا عدهم منجزات عدهم منجزات كبيرة جدا سلموا ثلاث محافظات والجيش العراقي انهزم الطائفية اللي صارت بين أبناء الشعب العراقي اللي كانوا أبناء الشعب العراقي ما يعرفوها ولا يفكرون بها ولا يفكرون شن يعني شيعي وسني أو كردي وعربي أو تركماني أو يزيدي أو صابي أو مندائي أو أي شي المحاصصة اللي حياتنا ما شفناها الفساد اللي هما يعني هسه ما شاء الله الفساد بالعراق من أصغر منصب أو وظيفة بالعراق إلى أكبر وظيفة بالعراق اللي هي منه رئيس الجمهورية رئيس الوزراء رئيس برلمان كلها فساد فهم عدهم منجزات بس مع الأسف منجزاتهم تدميرية مثل ما قال الأخ كيان مدن مدمرة ما حد يفكر يعمرها ناس نازحين طلعت من مدنهم ما حد يفكر يرجعهم الناس ميتة من العطش ما حد يفكر شون يصلح منظومة التحلية أو يخليهم توصل لهم مي تشرب المي من الإسالة تسمم تشرب مي من الإسالة نعم مستشفى واللي هو المفروض أنت تفتح المي يجيك مي بارد أو مي نظيف كهربائت أصلا ما عندك وظيف ماكو زراعة منتهية الأخ كيان حتش يقول عن نفط يقول ميزانيات انفجارية أخيان ميزانيات انفجارية اعتمادها على سعر النفط من 2003 لليوم وبس زراعة صناعة تجارة سياحة ذني كلهم الدر مردود ليش ما يفكرون بيها معامل العراق الخمسة آلاف المتوقفة إذا تشتغل وترجع المنتجات العراقية تصدر إلى دول الخارج ويفكرون صح بالفلوس اللي راح تجيهم صدقني نعيش أغنياء مو أغنياء أفلوس أغنياء كرامة وعزة ويعيش الشعب العراقي مثل ما يستحق براحة بال في الختام مشاهدين الكرام نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجابكم نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باتشا انتظرونا في أمان الله اشتركوا في القناة